عشان نفهم الـمتيفيشن بتاعنا أن ندرس السامبلينج لازم نعرف ان're many of the signals found in biomedical applications are analog يعني دايماً السيجنل اللي بتجيلنا من ECG, EEG من حتى الـ ultrasound, MRI الحاجات اللي كلها بتجلنا في analog form فإحنا لو إحنا عاوزين نprocess a signal z with a computer We have to sample, quantize and code them to obtain digital signals ما ينفعش إن إحنا نعمل أي sampling أو ما ينفعش نعمل أي processing غير digital signals فلازم نعمل sampling in time وquantization amplitude عشان يبقى في الآخر ننجد أن عندنا digital signals نظر نعملها processing على الكمبيوتر ف2 sampling issues للأساسيين How to sample in time يعني ناخد sampling period بتاعتنا بتسوي كام والحاجة الثانية how to quantize in amplitude يعني number of bit ما بتسوي كام هنبتدي أول حاجة نكلم عليها إزاي نختار sampling time بتاعنا إزاي نختار period بتاعتنا وإزاي نحن نعمل حاجة بنسميها uniform sampling uniform sampling دي معناها أن أنا هايجي على السيجنال بتاعتي ليه مثلا السيجنال شكلها عنول جابارها عن x of t بالشكل ده continuous بالشكل ده كده والسيجنال ليه الكونتينيوز دي أنا أخدها وأضربها في حاجة عبارة عن delta functions كده periodic delta functions المسافة اللي بينهم بتسوي ts أوكي فالسيجنال دي اللي هي delta ts of t أبارة عن periodic delta functions أبارة عن delta functions عند zero وعند ts وعند 2 ts و3 ts وعند ناقص 1 ts ونقص 2 ts وهكذا أبارة عن pulses كده بشكل uniform وفي الآخر أنا بأخد pulse دي أضربها في السيجنال بتاعتي عشان في الآخر end up بالشكل اللي هو اللي أنا كنت شفته قبل كده في signal systems اللي هو الشكل بتاع discrete signal أوكي طبعا لازم ناخد بقنا من حاجة مهمة جدا إن إحنا الاختيار بتاع uniform sampling ده طبعا إحنا أصاده الاختيار بتاع non uniform sampling ليه طيب إحنا نختار non uniform sampling لو أنا عندي أقدر أخد السيجنال منتظمة كده أكيد هتبقى أفضل كتير جدا لأن non uniform sampling ده يعني ممكن نعرف أماكن أسامبل كتير يعني في هنا مثلا سامبل كتير أو أماكن تانية سامبل قليل ومفيش عندي أي ميزة إن أنا أعمل كده الحقيقي فالuniform sampling definitely أفضل من non uniform sampling إحنا أكشل البروبلمز اللي فيها المتعرض للnon uniform sampling بيبقى هدفنا في الآخر إحنا ناخد non uniform sampling ده ونحوله uniform sampling عشان نقدر نستعمله بشكل أحسن لأن non uniform sampling هي معقد من نواحي كتيرة حقيقة أوكي فخلينا نتفق إن uniform sampling عبارة أنا بأخد السيجنال بتاعتي عمل لها multiplication بperiodic delta function بالشكل ده كده وفي الآخر أوصل للشكل الإيه discrete signal اللي إحنا شفناه قبل كده أو sample signal اللي شفناه قبل كده عايزين بعد نحلل البروسيس دي عشان نشوف T-S اللي هي sampling period بتاعت البلوسيس دي أوكي مفروض تسوي كامل وهل إن إحنا اختيار sampling period ده بيأثر على حاجة هل دلوقتي أنا أكتفي بالشكل ده وقول إن هو بيعبر عن الشكل الأصلي ولا كده يبقى في معلومات نقصة هنكتشف إن إحنا في عندنا value لـ T-S دي تسمح لنا إن إحنا فعليا نrepresent signal أصليا من غير أي لصص خالص عشان ندرس الكلام ده خليه الأول نبص على الـ foray transformation بتاع الـ sampling function أوكي الـ sampling function زي ما احنا شفناه عبارة عن summation بتاع delta functions وكلها موجودة عند زيرو واحد واثنين وتلاتة واربعة تي أس وطبعا نفس الكلام ده في الـ negative برضو أوكي فلو أنا عندي حاجة بالشكل ده عايز أحسب لها الـ foray transformation من الـ table بتاع الـ foray transformation أنا عارف إن الـ delta of t بتروح لواحد وعارف إن الـ delta of t من الـ time shift property بتروح لـ e to the minus j omega tau أوكي يبقى معنى كده أنا عندي هنا tau اللي هي الـ delay بتاعتي بتسوي NTS يبقى معنى كده أنا هوصل في الآخر في الـ foray transformation بتاع لو خدت الـ foray transformation بتاع الـ summation ده هيتحول لي الـ e to the minus j omega في NTS وهاني دي بقى بتاخد زي هنا من minus infinity to infinity أوكي فده بالظبط كده لو أنا بصيت عليه يعني ممكن أقول إنه هو عبارة عن يعني مجموعة من الـ delta functions لو أنا جمعت بقى دول وشوفت شكلهم بيبقى عامل إزاي هلاقي إنهم عبارة عن مجموعة من الـ delta functions أوكي والـ delta functions Z لها values بس عند M في twice pi على S أوكي لو إحنا بصينا for example عند مثلا أول value هنا مثلا M بتساوي 0 كويس M بتساوي 0 لو أنا بصيت للـ values بتاعت كل الحاجات الموجودة عندي هنا عند أوميجا بتساوي 0 أوكي إيه اللي هيحصل أنا دلوقتي لو أوميجا هنا بتساوي 0 كابتال أوميجا بتساوي 0 هلاقي كل الـ e to the minus كذا دي أوكي كلها تساوي 1 فمعنى كده summation بتاع وحايد من minus infinity to infinity ده يطلع infinity فهيطلع لي فعلا في دلتا موجودة عند delta of omega minus zero أوكي لو عملت نفس الحاجة بالضبط هي عند مثلا M بتساوي 1 أوكي لو M بتساوي 1 في twice pi على Ts كويس هلاقي نفس الحاجة لو أنا ضربت الكلام ده لو هي دي بتساوي 1 يبقى الأوميجا نوت twice pi على Ts لو خليت الأوميجا اللي هنا دي بتساوي twice pi على Ts إيه اللي هيحصل twice pi على Ts معنى كده أنا دي هتبقى بتساوي Ts طبعا هتروح مع Ts دي هتساوي إيه دو دو منس J N twice pi twice pi مضروها في N هي السلزة الزيرو بالضبط فهلاقي إن كل واحدة من الفاليوز اللي زي كده هلاقي إنها بالتأكيد هتخلي دي بتساوي واحد فالمجمومة بتاع وحايد هطلع بإنفينيتي ففي الآخر هنلاقي إن إحنا عندنا لما يكون عندنا sampling function بالشكل ده في time والperiod بتاعتها Ts هتروح لنا الحاجة شبهها بالضبط في Frequency Domain بس الperiod بتاعتها بقى هتبقى إيه أوميجا s بتساوي twice pi على Ts أوكي في sampling function في time domain بتروح لنا sampling function في Frequency Domain بperiod مختلف هنا Ts وهنا twice pi على Ts طبعا هممكن نبص عليها بشكل مختلف شوية بتسمى البقى الproperties بالفريد transformation اللي احنا شفناها السيجنال دي أول حاجة هل هي periodic هي periodic طب معنى إنها periodic يبقى تكون الناحية التانية sampled والsampling Frequency أو sampling period بتاعت الناحية التانية هتساوي كام هتساوي twice pi على المسافة اللي هنا دي twice pi على Ts فأول حاجة أنا عارف قريدي إنها sampled أوكي طيب هل هي هنا sampled ولا مش sampled آه هنا فعلا sampled معنى إنها هنا sampled معنى كده إنها الناحية التانية مفوت تكون periodic دي periodic ولا مش periodic هي فعلا periodic ونفس الperiod بتاعتنا اللي هي ايه twice pi على Ts فهنا دي sampled وperiodic وإنها التانية هتبقى sampled برضو وperiodic أوكي لو إحنا بصينا بقى على uniform sampling الإفاكت بتاع uniform sampling given شكل بتاع الـ sampling function في الـ frequency domain أنا عندي في الـ time domain الـ sampling أبقى عن x of t مضروف في الـ summation بتاع الـ delta functions أو هي شكل الـ sampling function اللي احنا شفناه لما روح الـ frequency domain الملتبليكيشن sign اللي موجودة عندنا في الـ time domain بتروح لنا في الـ frequency domain convolution أوكي ونرجع للخصائص بتاع الـ foray transformation عشان يتأكد من دي معنى إن أنا convolve مع series of delta functions لما يكون عندي x of omega بتاعتي بتساوي الشكل ده كده عند كل مكان من أماكن delta function دي هلاقي repetition من x of omega دي موجودة عنده بمعنى إن أنا هلاقي هنا عند الزيرو هلاقي في واحدة هلاقي عندي omega s هلاقي واحدة هلاقي عند minus omega s هلاقي واحدة تانية هلاقي عند اثنين omega s وهكذا فهلاقي إن الشكل بتاعي ده بيتكررلي بـ period بتساوي اللي هي omega s الموجودة عندي في frequency domain أوكي فالمسافة اللي بين دي بين النقطة دي وبين النقطة دي هي بالزبط بتساوي sigma s بتاعتي اللي هي عبارة عن twice pi على ts أوكي فدي حاجة مهمة جدا لأن إحنا طبعا لو إحنا بصينا على الشكل بتاعنا ده كده بعد السامبلينج لو بقى كده طبعا أوكي طبعا لو عايزة جيب الحاجة الأصلية بتاعتي ممكن نحط low pass filter هنا زي ما احنا شوفنا في frequency أو في الجزء بتاع 4A transform وأقدر أرجع دي تاني إنما لو حصل اللي دي كانت قريبة كفاءة نابقت هنا يبقى عندي مشكلة إن أنا نريكوفر فمعنى كده إن الجزء بتاع إن أنا لاحظت إن الإفاكت بتاع السامبلينج ده إن أنا بكرر السيجنال بتاعتي بدل ما كانت أبارة عن يعني أبارة عن بلس واحدة مثلا في frequency domain لا بقت periodic في frequency domain كمان أوكي فالperiodicity في frequency domain دي هي اللي بتعملي الإفاكت بقى اللي هنتكلم عليه بعد شوية وممكن إن هو يخلي فيه تداخل أو aliasing بتوين الإيه؟ بتوين frequency domain components بتاعتي طيب علشان نفهم إزاي نحن نحسب بقى السامبلينج ريت أوكي الريكوارمت الأسية بتاعتي اللي لازم أكون فهمها كويس قوي إن مفروض ما يبقاش فيه aliasing aliasing معناها إيه؟ معناها يبقى فيه تداخل بين دي وبين دي لو أنا أصلاً الوريجنال frequency spectrum بتاعي شكله عامل كده وبعد السامبلينج بقى شكله عامل كده يبقى أنا still برضو دي زي ما هي clean ما حصلهاش أي aliasing ما حصلهاش أي aliasing معناها ما حصلش أي تداخل بينها وبين اللي جنبيها فقدر إن أنا لو حبيت أخدها في أي وقت أعمل فلتر هنا كده وأخدها إنما لو حصل aliasing aliasing بيخلي حاجات تتداخل مع بعض لو frequency فرضاً أنا عملت مثلاً هي sampling frequency بتاعتي كانت قليلة شوية اللي بيحصل الفلس الأصلية بتاعتي بتبقى هنا والتانية بتبقى هنا والتالتة بتبقى هنا فاللي بيحصل لما بجمعهم كلهم مع بعض بديني حاجة مختلفة تماماً عن الحاجة الأصلية أوكي فدي بيحصل فيها aliasing لو أنا تخيلت إن أنا عايزة recover دي دلوقتي من دي ده مستحيل ده مش ممكن خالص هنا ممكن هنا ممكن إن أنا أخد دي blue pass filter إنما دي خلاص السيجنال بتاعتي ضاعت فإحنا هدفنا من sampling rate إن إحنا نحسب sampling rate يخللنا من الممكن إن إحنا نرجع تاني نجيب السيجنال الأصلية إنما لو أنا عندي sampling بتاعي يعمل لي irrecoverable distortion بالشكل ده كده يبقى معنى كده إن أنا ما أقدرش أرجع تاني أقدر منها أجيب الجزء بتاع السيجنال الأصلية فهنتكلم بقى على الحاجة اللي هي يعني يتكلم عليها كثير قوي في الجزء دوت هي Nyquist Criterion ودي بيسيكلي بتقولي بمنطقة الصراحة كده إن أنا عندي لو في عندي signal band limited وباند limited إن بيسيكلي frequency بتاعتها بتساوي صفر أكبر من لما الأميجا أكبر من أميجا ماكسيمم في ال negative وال positive يبقى معنى كده لو أنا عملت sampling frequency بتساوي twice sigma maximum دي مش هحصلي أي مشكلة مش هحصلي اليسين أوكي ال condition ده بنسميه Nyquist sampling rate condition بحسب الأميجا ماكسيمم بتاعه بيساوي كام واخد الضعف بتاعه وكده بقى ضامن إن أنا بيسيكلي مش هحصلي اليسين خالص أوكي دي في غاية الأهمية بس نخلي بالنا من حاجة مهمة قوي نحنا عندنا لو باس سبكتروم أو band limited signal يعني عندنا بيسيكلي ال frequency spectrum بتاعنا من ماينس سيجما ماكسيمم لبلوس سيجما ماكسيمم ماهياش سيجنال مثلا موجودة band pass filter أو band pass signal أو حاجة زي كده لا ده بكلم على base band يعني around zero ومن ماينس أميجا ماكسيمم لغاية بلاس أميجا ماكسيمم لو هنا حبينا ناخد مثال على ال Nyquist sampling لو أنا عندي سيجنال بالشكل ده كده 2 cosine twice pi t plus pi over 4 كويس طبعا ال cosine اللي بالشكل ده هي كfrequency spectrum هنلاقي ان هي لما بنبص على frequency بتاعها فريقونسي بتاعنا اللي هي اوميجا هنلاقي بتساوي twice pi أو F بتاعتنا اللي هي بالهرتز بتبقى بتساوي واحد هرتز كويس وفيه shift فنلاقي ان احنا باسيكلي beyond الواحد هرتز دي احنا ماعندناش مشكلة beyond الواحد هرتز مافيش حاجة أصلا يعني والكوزاين زي ما احنا فاكرين كان بيبقى عند ناقص واحد وزايد واحد أو عند minus twice pi و plus twice pi في الايه في الاميجا الكبيرة اللي هي بنكلم على radian per second فهي definitely signal دي band limited لان احنا نقدر نقول ان احنا عند مثلا السيجنال بتاعتنا اللي هي واحد بعدها او السيجنال بتاعتنا هي twice pi بعدها السبكترم بتاعنا بيساوي صفر لو احنا اخذنا بقى كزا مثال ts بتساوي point four, point five, one sample per second ايه sampling periods احنا شايفين frequency بتاعتنا هنا كام زي ما احنا قولنا الف نفسها هي twice pi في radian per second اللي هي basic لو حولناها هرتز هنلاقي عبارة واحد هرتز اوكي فواحد هرتز هنلاقي ان احنا basically navigating او احنا شوفنا maximum frequency ال max هرتز يبقى معنى كده احنا لو عايزين ناخد ثم الماكسيمم اللي هي واوحول انها تبقى illness ارم Integrator اوكي mel governo ازاي لو احنا عملناها كده يعني لو احنا بصينا عليها دي اول حاجة هو مجرد point two في الاجزامبل ده point two معناها ان انا باخد خمسة samples point two n يعني بتكلم على انها يعني باخد كل يعني كل واحدة من الاوقات الموجودة عندنا او السيجنة بتاعتي باخدها في كل ثانية باخد حوالي خمسة samples فمعنى كده انا بتكلم على الperiod بتاعتي هنا اللي هي كانت اصلا بتساوي واحد بيبقى فيها خمسة samples واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهو كذا كل period كل period للكوزاين سيجنة دي باخد خمسة samples طبعا الشكل ده كده لو انا بقى عندي النقطة دي بس لوحديها من غير بقى الشكل اللي تحت ده انا ممكن منها استنتج اعطونا فيه شكل كوزاين موجود طب لما باخد الكلام ده اقلله شوية بقى اقل الكلام ده خليه point four point four معناه ان انا باخد two point five samples per second يعني مرة هلاقي واحد اتنين ومرة هلاقي واحد اتنين ثلاثة يعني هتلاقي ان ال average بتاعنا two point five samples per second او per period عشان الperiod هنا بتساوي واحد فهلاقي ان احنا الشكل يعني الى حد ما preserved بس ايه ابتدى يبقى الحقيقة برضو ما هواش accurate زي ما كان في الايه في ال point two لو انا اخدت بقى الشكل اللي هو point five ده ده المينمم بقى ده المينمم ده النايكوست النايكوست هتلاقي لو احنا اخدنا sample هنا هناخد يعني بالزبط كده هناخد two samples pair period two samples دول اوكي يعني بالزبط كده بيعملونا شكل فعلا حاجة شكلها cosine بس دي اقل حاجة لو احنا اقللنا عن كده بقى لو احنا روحنا مسلا الواحد زي هنا لو انا اخدت sampling period بتاعتي واحد هلاقي ان انا باخد sample هنا وسامبل هنا وسامبل هنا وسامبل هنا اخدنا احنا عندنا الحاجات اللونها الازرق دي اللي هي samples اللونها الازرق دي ومنها بحاول وعنديش انا بقى طبعا الشكل الورى ده ما عنديش شكل اللي هو المعمول بالdash lines ده انا عايز اتخيل من samples دي عايز اتخيل شكل السيجنال عامل ازاي طبعا شكل السيجنال من samples دي بيبقى شكله بالنسبة لها لكنها constant signal اوكي فمعنى كده بقيت خالص عن الشكل الاصلي بتاع السيجنال بتاعتي فبدي اكيد الشكل ده كده ما بيدينيش او sampling اللي هو بلو نايك والsampling ده ما ينفعنيش خالص بقيت الحاجات التانية بتدينا فعلا ايحاء ان في عندنا بيريوديك سيجنال موجودة ونقدر نحسن منها الperiod وكل حاجة بتبقى طبعا احسن بكثير قوي من الوضع اللي هو ايه الوضع اللي احنا شوفناه في الحاجات اللي فيها under sampling طب دلوقتي انا عايز اعمل reconstruction بقى ال original signal بتاعتي زي ما انا كنت انا بتكلم في الوقت بتاع الجزء بتاع السامpling نفسه بيحصل فيه ايه بيسيكلي دي سيجنال اصليه بتاعتي ال spectrum بتاع شكله عامل كده اوكي بعد ما حصل لها sampling بقت periodic version او يعني فيها اا يعني repetitions من نفس المثلث ده بقت موجودة بعد كده minus infinity infinity لو انا عملت correct sampling معنى كده ان كل مسلث من دول هيبقى unique هيبقى الواحده خالص بعيدة عن كل المثلثات التانية فلو انا جيت دلوقتي فرضا حطيت له pass filter شكله كده اوكي zero otherwise كويس ايه لا هيحصل هيشلي دي هيشلي دي هيشلي كل ال repetitions بتاع السينيال بتاعتي ويقدر يريكاور السيجنال اصليه بتاعتي من غير اي distortion خالص فالفلتر دوت بكل بساطة اا لو احنا عارفين السامpling period بتاعتنا بتاوي كام بنحط الفلتر دوت بيسيكلي يبقى الفريقونسي باندويت بتاعه هو نفسه السامpling period بتاعتي او سامpling frequency بتاعتي وكل واحدة من النقط دي دي عبارة عن السامpling frequency بتاعتي على اثنين ودي ماينس السامpling frequency بتاعتي على اثنين وبالشك ده بقدر يريكاور تماما الاوريجنال السيجنال بتاعتي بتاوي كام فهنا لو انا عملت يعني correct sampling للسيجنل بتاعتي بقدر دايما نريكوفر ولو انا عملت incorrect sampling هيبقى فيه عندي هنا الاس والاليس اللي موجود هنا ده هيخليلي الجزء اللي موجود عندي within الفلتر range دوت هيبقى متداخل معه مسلس ثاني فانس اني فيه حاجة تدخلت مع الشكل الاصلي ده مش ممكن نراجعه زي ما كان فالشرط بتاعنا ان احنا نقدر reconstructed signal بتاعتنا هو انها تكون properly sampled بفريقونسي اعلى من نايكوست والreconstruction في المطقة البساطة ان انا بعمل band bus filtering لل digital signal بتاعتي او discrete signal بتاعتي ومنها اطول تتركوبر الباندوث او السيجنل الاصلي بتاعتي اللي كانت موجودة قبل السامل طيب لو انا دلوقتي بعمل sampling of infinite bandwidth انا دلوقتي لما باجي اعمل sampling مسلا لحاجة انا مش عارف الباندوث بتاعها كام ازاي اعرف الساملين بيريود اللي مفروض استعمالها ازاي اعرف الساملين بريقونسي بتاعتي مفروض بتساوي كام فدلوقتي اللي هيحصل ان انا وده اللي بيحصل practically في الدنيا فعلا لما اجيب اشتري يعني anti-aliasing filter الanti-aliasing filter دي هو عبارة عن low pass filter be applied to the input signal to make sure that the signal to be sampled has a limited bandwidth يعني لو انا عندي الاسبكترم بتاع الحاجة اللي داخلية شكله عامل كده وانا بعمل sampling بتوايس اوميجا سي هو قريدي بيعملي low pass filter قبل ما السيجنال تخش اصلا على السامبلينج اوكي لان انا basically يعني انا حطيت يعني اكيني ضربت بالفلتر شكله عامل كده في السيجنال دي علشان يطلع لي في الاخر الاسبكترم بتاع اللي هو شكله كده لما اجي انا اعمل sampling بقى بتوايس اوميجا سي فيبقى دي هتتكرر هتتكرر بداية من هنا هتتكرر هنا بداية من هنا كده وتتكرر بداية من هنا كده بس مش هتبقى فيه تداخل بين الجزء ده وبين الجزء ده لو انا خدت السيجنال دي زي ما هي وعملت لها sampling بتوايس اوميجا سي عشان هي من مايس انفينيتي انفينيتي يبقى بالتأكيد لما اخد نفس الشك ده واعملوا shifting بتوايس اوميجا سي هيحصل بينها وبين السيجنال بتاعتي او السبكترم بتاع اللي عند الزيرو سنتر حوالين الزيرو هيحصل overlap وانس ان حصل overlap بيبدأ aliasing على طول ما اقدرش اريكوفر خالص منه صعب جدا ان انا اريكوفر من aliasing اوكي فبالشكل ده كده رغم ان انا دلوقتي شلت بعض الحاجات اللي كانت موجودة عندي اللي انا دايما احسن عندي مئة مرة ان انا اخسر جزء من السيجنال اوكي يعني ان انا اخسر سيجنال كلها بال aliasing ال aliasing بيبواز السيجنال كلها انما لما انا بعمل low pass filtration زي كده الجزء اللي انا اعملتل low pass filtration هو الجزء اللي جوه ده بقدر اخده جوه بشكل صحيح في ال digital system بتاعي اوكي انما لو انا ما اعملتلوش ال low pass filter ده يبقى معنى كده الشكل الاصلي بتاعي ده هيخش في ال digital system بتاعي شكله حاجة مختلفة تماما عن الشكل اللي انا كنتم دخله وملوش اي قيم هنتكلم دوقتي على حالة خاصة بالنسبة لل sampling بتاع المودوريتد سيجنال كل اللي كلمة عليه so far في ال naikos sampling بنتكلم على baseband signal كان لها maximum frequency اوميجا ماكسمم يعني هي limited within minus اوميجا ماكسمم وplus اوميجا ماكسمم لو انا عندي مودوريتد سيجنال بقى دي عبارة عن اكس ام اوف تي بتاوي اكس اوف تي اي تو ذا جي اوميجا سي في تي واميجا سي دي اللي هي الكارير فريقونسي بتاعتي اوكي او انا بتكلم على ال اكس اوف تي هي الباسباند سيجنال بقى هناك ماكسم اوكي يعني لو فرضا دلوقتي عندي الاميجا ماكسمام دي بتسوي 1 كيلو هيرتز والاميجا سي عبارة عن 100 ميجا هيرتز يبقى معنا كده ايه انا دلوقتي مضطر ان انا سامبل السيجنل بتاعتي اوكي بمية يعني بمية زائد واحد في اثنين اوكي يعني 100 ميجا زائد واحد كيلو في اثنين اوكي عشان ابقى بجيبي النايكوست سامبلين بتاعي اوكي هل الكلام ده ضروري لا هيتضح من شوية بعد شوية كده ان هو مش ضروري ممكن يعمله بشكل ماتش مور افشيينت اوكي والشكل ماتش مور افشيينت ده له افليكيشنز في غاية اهمية هتكلم عليها في الامر اي وفي الالترا ساوند اوكي طيب الاساس بتاعنا في السامبلينج ان احنا we need to avoid aliasing اوكي واتفقنا ان احنا عندنا اللي بيحصل في السامبلينج ان احنا بنكرر البيس باند سبكترم بتاعنا اوكي او من الاسبكترم بتاعنا عموما من شرط البيس باند اوكي بكراره بمسافة بين الكل تكراره التاني بتساوي الاميجا سامبلينج اوكي والاميجا سامبلينج ده احنا كنا اخدناه قبل كده عبارة عن twice twice اوميجا ماكسموم انا هنا مش اخده twice اوميجا ماكسموم هسميه اوميجا سامبلينج وهعملي derivation هو بيساوي كم طيب دلوقتي لو انا اخدت اول واحدة هي السيجنال اصلية بتاعتي او الاسبكترم الاصلي بتاعي الماكسموم فريكونسي بتاعته هي اوميجا سي بلاس اوميجا ماكس طيب الماكسمم بتاعه لو انا تخيلت ان هي شكلها برضو حاجة تريانجلر كده الماكسمم بيبقى عبارة عن اوميجا سي بلس اوميجا ماكسمم والمينمم بتاعه يبقى اوميجا سي ماينس اوميجا ماكسمم طب دلوقتي لو انا فرضا عملت تكرار للسيجنال دي ناحية الشمال ناحية الشمال يعني انا بطرح او المسافتي عن اللي هي سيجنال الاصلية بتاعتي اللي هي موجودة سنتر تحولين اوميجا سي هتبقى مسافتي عنها عبارة عن اوميجا س فيبقى معنى كده اول ماكسمم في الشكل التاني هتبقى عبارة عن اوميجا سي بلس اوميجا ماكسمم ماينس اوميجا س لو انا عاوز ده مايبقاش اليست في جوه الشكل بتاعها يبقى لازم ده يكون اقل من الاميجا مينمم بتاعتي اللي هي اوميجا سي ماينس اوميجا ماكسمم يبقى معنى كده لو انا استعملت اوميجا سامبلنج اكبر من 2 اوميجا ماكسموم يبقى ساعتها مش يحصل لي اليسين. لو انا بصيت على الشكل بتاع السامبلينج بتاعي ده. انا الشكل اللي كنت لسا بكالها معامل شوية لو اوميجا ماكسموم بتساويها واحد كيلو هيرتز. والاميجا سي بتساوي مسلا ميت ميجا. كويس. يبقى معنا كده اوميجا سامبلينج هنا هتبقى اتنين كيلو. اوكي. لو انت خلينا هنالقتي من سامبل سيجنال فيها كارير فريكونسي. ميت ميجا يعني سيجنال بتاعتي كلها حوالين ميت ميجا. وفي نفس الوقت انا بعملها سامبلينج باثنين كيلو. وبحصل على الحاجة اللي انا عايز احصل عليه. طبعا دي حاجة ريماركابل انها بتعمل لنا متش مور افشيينت سامبلينج. وده هنشوف له افليكيشنز في غاية ماهة زي ما بقول في البييوميديكال افليكيشنز. فتو كاركتوريستيكس نحن ناخد بالنا منهم. ان احنا السامبلينج بتاعنا في الحالة دي في المودوليتة سيجنال بيبقى انديبندنت اوف دي كارير فريكونسي. دي حاجة اللي لازم ناخد بالنا منها. وتاني حاجة ان بيسيكلي في جينرال كيس لو انا عندي حتى الشكل بتاعي ده ما هواش اه ما هواش سيماتريك. انا باخد اميجا ماكسيما دي عشان امتخيل السيجنال بتاعتي من بلاس اميجا ماكس لماينس اميجا ماكس. لو السيجنال بتاعتي ما هياش كده يعني ممكن تبقى مثلا من مثلا من خمسة من ناقص خمسة لغاية بلاس عشرة مثلا. يبقى ساعتها بتكلم على اميجا اس دي هتبقى اكبر من بي وخلص البندوت بتاع السيجنال بتاعتي وخلاص. عشان الوستوريت الكلام ده بشكل اوضح. دلوقتي هتخيل السيجنال بتاعتي اللي هي الموديوليتت بتاعتي شكلها عامل كده. دلوقتي البندوت بتاعي ده بي. طبعا عم كباره قوي عشان يبقى شكل باين بس. وده center frequency اللي هي اميجا كاريخ بتاعتي. أوكي? دلوقتي انا بتكلم انا لما عملت سامبلنج لاحسن دي هيتتكرر بقى فكل الاتجاهات دي هيتتكرر هنا وتكرر هنا وتكرر هنا وتكرر هنا وكذا تكرر برضو هناك. النقطة دي لهي عبارة عن اميجا ماكسموم زائد اميجا سي. أوكي? والنقطة دي لهي عبارة عن اميجا سي نقص اميجا ماكسم. أوكي? فمعنى كده لو انا عايز السامبليك بتاعي يبقى ممتازه آتي بعمل كده.SU їх نقسم كان اليها والناس الناس say فを目指 Expeorm Stein Multi فما معنا كده هو ينعيذ الدواري determine الناس 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 لديon تبقى اقل من اوكي الايه؟ لايه魔ية اوميجا ماكس TF y Triple x و ده احنا يكون عندي vin NAS voy get the plus اكبر من b اكبر من b يعني اكبر ممساقه دي يعني معنا كدا لما بجاء كرر دي التكرار اولاني والتكرار التاني والتكرار التالت المسافة دي هتبقى اكبر من دي فهوانت المسافة دي اكبر من دي بقى اكيد لما اشفت دي اوكي هتطلع لي ابعد من دي يعني تبقى ابعد من بي اوكي يبقى تبقى موجودة هنا ما يفعش نتبقى موجودة هنا لانها لو كانت موجودة هنا يبقى اوميجا اس اقل من بي اي حاجة لو هي بتساوي بيك هتبقى هنا بالزبط اي حاجة اكبر من بيها تبقى هنا. فمعنى كده ان احنا بنبص اساسا في الحاجات اللي شكلها بالشكل ده كده لها يعني محدود مهما كان موديوليتد سيجنالز بنبص على البندويت مش بنبص خالص على الكارير. كارير ما يهمناش خالص. ولو انا بصيت للشكل ده كده بعد ما عملتلوا السامبلينج دوت بمبيبي. على ممكن برضو بكل بساطة اجي هنا احط برضو لو باس فلتر كده هنا او مش لو باس فلتر بقى احط فلتر اوكي. الراوند الحاجة اللي انا عاوزها او الحاجة اللي انا كنت يعني هي الحاجة الاصلية بتاعتي. واخد بس الجزء دوت واشيل الباقيين عشان ادراح سلطاني على السيجنال الاصلية بتاعي. فبردو الريكاوري او الريكونستركشن بتاع الوريجنال هنا ممكن جدا باستعمال ايه? باستعمال برضو فلتر بسيط لان برضو هنا انا ضامن ان الحاجة بتاعتي اللي هي الوريجنال سبكترم بتاعي ما حصلوش من اي من اي واحد من الريبيتيشنز اللي حصلت. فالعمثال انا كنت احب باديها على الجزء دوت. يعني دي حاجات ممكن برضو ان احنا نقدر نبص عليها في الميديكال اكويبنت او يعني زي ما اشرحها بعد كده في الجزء دوت. باسيكتي واحدة من حاجات اللي احنا وبصنا على الكتالوج بتاع المكان. عمثال الاسبيسيفكيشن بتاع المكانة. نقدر نلاقيها. فعلى سبيل المثال لو انا عندي 1.5 تسلا امري اي اوكي او السيجر الفريقونسي بتاعت الامري اي في الحالة دي بتبقى يعني بارييشنز اروند اربعة وستين ميجا هيرتز وفي نفس الوقت هنلاقي ان احنا لما بنبص عن مواصفات بتاعت السامبلنج يعني ايه تو دي اللي موجود عندي او الاندرو كونفيرتر موجود عندي في المكان بتاع الامري هلاقي ان هو حوالي واحد ميجا هيرتز وده طبعا قلب كتير جدا جدا من اربعة وستين او اربعة وانا بتكلم اربعة وستين في اتنين هتبقى مية تمانية واتمانية وعشرين رقم كبير جدا يعني هنا بتكلم على واحد ميجا هيرتز حاجة اقل بكتير جدا من او في نفس الوقت دي موجود عن نايكوز فريقونسي بتاعتي وفي نفس الوقت شغالة وما فيقاش اي مشكلة خاصة الكنتنت بتاع السيجنل بتاعتي اللي هي بتبقى دافني تقل من كده بقدر اجيبها بمنتهى الفايداليتي ما بيقاش فيها اي ارز خالص نفس الكلام الحقيقي بيلاقيه بشكل مختلف شوية في الفلس ويف دوبلر ألترا ساوند احنا عادة بيبقى سنتر فريقونسي بتاعنا في الألترا ساوند يعني ممكن من خمسة العشرة ده المست كامل ممكن يبقى أكبر من كده مثل خمسة عشر ممكن يبقى أقل من كده يبقى ثلاثة ونص بس نتكلم على حاجة سيئة عشرة ميجا هيرتز كويس لو بتكلم على الدوبلر شفت بتاعي بنتكلم على انه هو حوالي فيو كيلو هيرتز يعني عادة ما بص على الفريقونسي رينج اللي حوالين العشرة ميجا دي بلاقيه فيو كيلو هيرتز بس لما أنا باجي بعمل سامبلنج في البالس ويف دوبلر بالصدفة كده يعني لقينا الليميتاشن عندنا في الفيزيكس عشان نتبقى نأكواير كل سامبل من دول عن طريقنا نخش نجيب حاجة من جوة بالبالس ايكو يعني ففي مسافة لازم امشيها الألترا ساوند لازم تمشيها لازم ترجعها فباسيكلي سامبلنج بتاعنا ليميتد بالفيزيكس وباسيكلي بنكلم ان هو بيبقى حاجة في حدود من خمسة العشرة حسب الدبث بتاعي بيسوي يعني بعتمد على الدبث تماما يعني فيعني رغم ان ده شكله قلب كتير جدا من يعني العشرة ميجا اللي هي السيجنال فريقونسي بتاعتي اللي ان انا برضو بقدر اجيب انها كل اللي انا ما احتاجه بقدر احسب الدوبلر سيجنال بتاعتي بشكل دقيق وقدر ان انا طلع منها المعلومات اللي انا عايزها من غير ما يكون في اي اي ارر فتوه امليكيشن بيوررنا اهمية ان احنا بناخد الباندوت بتاعنا بدل الكارير فريقونسي في الاعتبار ساعة ما بنعمل سامبلنج لو احنا ما كناش بنعمل كده كان يبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا على الاقل في البالس ويف دوبلا الالترا ساوند كان هنلاقي ان احنا ما نقدرش اصلا احنا طلع المعلومة ان احنا ما نقدرش من الفيزيكس نحنا نزيد عن كده اوكي في المر اي اوكي احنا ممكن احنا نعمل سامبلنج بفريقونسي اعلى بكتير بس تيل ده مش هيبقى افشيينت هيبقى عندي مثلا ريتوف ديتا بتاعي ضخم جدا وفي الوقت نفسه انا اكشوالي مش محتاج منه حقيقا غير الريت الاولاي الخالص ده اخر حاجة نتكلم عليها الجوزة باكوانتايزيشن اه باسيكلي احنا لما بنعمل كوانتايزيشن زي ما اتفقنا بفيه عندنا كزا ليفل وكزا ليفل دول السيجنال بتاعيتنا مهما يكون لازم ان هي تبقى ايه تبقى ابروكسيميتد الليفل القريب منها ما نقدرش ان احنا ناخدها كانالوج فاليو او كريل تايم او ريل نومبر يعني اوكي فلي بيحصل دوقتي عندنا في الجزء دوت ان احنا دايما بيبقى فيه عندنا حاجة اسمها كونتايزيشن ايرور ليه عبارة عن القيمة الحقيقية اللي عنده كل سامبل ماينس القيمة اللي انا عملتلك استيميشن او اللي انا عملتلك ابروكسيميشن باستعمال كونتايزيشن بتاعي ده اوكي فدايما بيحاولك امينيمايز كونتايزيشن ايرور ده بحيسه هو ما يفرقش معايا في في الابليكيشن بتاعي على سبيل المثال في الدوبلر التاساون سامبلنج اوكي لقينا ان احنا محتاجين من 12 ال 14 bit of sampling يعني كل سامبل تبقى الريزوليوشن بتاعتها من 12 ال 14 bit لو حاصر نحنا نستعمل له حاجة اقل من كده السيجنال بتاعت الدوبلر اللي هي السيجنال المفيدة بتاعتنا بتبقى دايما سوبر امبوز على سيجنال كبيرة جدا اللي هي بتاعت الكلاتر كلاتر دي يعني السيجنال اللي جايالي من التشوز اللي ما بتتحركش فاللي بيحصل نتيجة لكده لو احنا عملنا lower quantization هنلاقي ان الدوبلر سيجنال نفسها هبضيع في حين ان الحاجة اللي هي مش مهمة اللي هي الكلاتر دي اللي هي تبقى موجودة هو بس فهنلاقي ان احنا اختيار ال quantization بتاعنا معتمد احنا بنبص على ايه معتمد ان انا ببص على السيجنال بتاعت تشوف ال dynamic range بتاعها عبارة عن ايه وعلى اساس كده بحدد sampling rate المناسب لها بحيس ان انا مضيعش الجزء اللي انا مهتم بيه في السيجنال اللي انا بعمل لها sampling الحقيقة الجزء بتاع السيجنال ده جزء مهم جدا ليه applications متعددة الحقيقة في ال biomedical engineering انا بنصح ان انتم تجربوا المسائل دي فيها افكار لطيفة الحقيقة ويعني ممكن انها تدي برضو بعض ال practical insight على ال applications بتاعت السامبليج واموما اللي برضو الحلول موجودة في الجزء بتاع الويب سايت بتاع الكتاب اللي انا مقترحه عشان الكورس ده